السلام عليكم كانت منكم تكونوا قولكم بخير والاخير تحت الطلاب ديالكم اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم وصفات سهلة سريعة واقتصادية غادي نوجد معاكم خمسة ديال اللي صوص فرمشة وعين اللي كانحتاجون في شليدات كانحتاجون في صندويتشات بحال تاكوس بوكاديوس بحال شاورما وزيد 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 وغادي نحطر معاكم واحد ثلاثة ديال صندويتشات اللي اقتصاديين وكيجيوا ابنان وساهلين ضغية كيتوجدو كانت من نتجي عاتكم اللي لايك والبرتاج كيف ديما وما تنسونيش في سعلي قزوين او لا شي قليب وشكر الله يجاديكم بخير غادي نبداو ان شاء الله الاساسي في هاد هاد اللي صوص اللي قطيكم هو المايونيز ولكن عنا نعطيكم هاد المايونيز وتبعوه طريقة ديالو راس سهل وكي نجح ناجح مليون في المية غادي نبداو عدنا نسكاز ديال الحليب الاحسن يكون درجة الحرارة الغرفة ميكونش من جبدوه متلاجة جوج حبات ديال الفروماج متلس عدنا شوية الملحة شوية ديال ليبزار معلقة كبيرة ديال الخل وعدنا معلقة ديال الخردل صغيرة والخردل اللي ما عندكمش بلاش راكي يطلع المايونيز زوين كنشدو هاد المكوينة كاملة غادي نطحنوهم في هاد الكاس ديال العصير طحنوهم زيان او من بعد كان اخذو ذاك الكاس ديال زيت اللي غادي نديرو في شي حاجة اللي غادي غادي نبدا نخويه بشوية بشوية كي ما كتلاحظو وانا كان وانا كان طحن الحاجة المهمة اللي غادي نوصيكم عليها طحنو هاد الشي مزيان فالاخر اخويتو كامل او سديت عليه وخليتو اوزت في السرعة ديال هاد الماكينة مزيان وخليه واحد خمسة هاد يبقى يقتاقي ولي عاقة تاقي ولي لاصق في الجاج كي ما كتلاحظو ما تيبقاش قاعد نازل هواية ولا خفيف ولا تتخشيف تلاجع بشي قاعد نهائيا هذا ناجح مليار في المياه إلا تبعتو هذا المراحل وبلا بيض بلا تشي حاجة من ذاك الشي قاعد اللي كتعرفو وكي يجي بحال ديال المحلات يعني في التقلة ديال وعاي جي تقيل مزيان ولكن في البنة ما نقول لكم ش حاجة ليزوينا كي يجيني بعد تساؤلات على المايونيز وخا نخزنو وخا المهم إلا درتي في شي قريعة تكون مزيانة ونقية غادي تخزني ديك يومين ولكن أنا نصحك منيك تبغي توجدي وحد شلاضة ولا توجدي شي صندويجات غادي تديري هاد القياس غادي تديري هاد القياس غا غادي تديري في مرة ما غا يبقاش لكان هاد ما غا يبقاش لي يليو غادي ندوزو والهاد آآ لصوص اللي غادي نوجد معاكم الاساسي فيه هو المايونيز آآ الوصفة اللولة غادي نديرو جوج معا القبار عامرين ديال المايونيز غادي نديرو معاهم خيار المخلل محكوك خيارة واحدة صغيرة شوية ديال المعدن وصدري زيال التومة الملحة اللي بزار آآ صوص ثاني غادي نديرو فيتا هو ثلاثة المعالق كبار ديال المايونيز غادي نديرو نص حبة ديال الجزر او لحبة كاملة محكوكه في الحقيقة الرقيقة الملحة اللي بزار هذا الصوص كي يحتاج كنحتاجوه اللول هذا ليس نخلط فيه دابا اللي فيه الخيار المخلل وفي شوية المعدنوس وفيه دريس ديال التومة كنحتاجوه في الشاورمة الثاني آآ كنحتاجوه البوكاديوس وهذا الصوص آآ آآ الجزائري عدنا شوية ديال البصلة اللي تكون آآ مقطع مربعة صغيرة ما تحكوهاش باش ما تعطيش الحرورية وعدنا شوية المعدنوس وعدنا واحد المعلقة صغيرة عامرة ديال مركز الطماطي ومعلقة صغيرة ممسوحة ديال الهريسة ومنطبيعة الحالي لعندكم آآ راس الحانوس غادي تديرو هنا في الاخر غادي نديرو وشوية ديال الملحة شوية ديال البزار وغادي نخلط هاد الشي كامل بالنسبة لهذا الصوص كي يحتاجوه الطاكوس اللي كي ييت بريسا اللي كي يعاودي طيب الحاجة اللي اللي كتعاودي حديرين فيه مركز طماطي اللي آآ الصوندويتشات اللي كنعاودي طيبوهم الصوص آآ الرابع هو فيه واحد المعلقة كبيرة ديال كيتشوب ومعلقة صغيرة ديال آآ الهريسة صافي هادك تي نحتاجوه بزاف صوندويتشات وكن نحتاجوه تك نحطوه مع الشليد وهذا هما اللي صوص هنتم واشوفوا اللي صوص كي يجيو مشي رائعين اكثر من رائعين عندنا مايونيز آآ جزائري اللي غنديرو في الشاورما آآ اللي غادي نديرو في آآ البوكاديوس والثالث اللي كنديروه في آآ طاكوس يعني الخمسات ديال اللي صوص اللي ضروري كيكونوا في صوندويتشات كيكونوا في بزاف المسائل غادي نبدأ بالصوندويتشات الشعبي اللي مشهور عدنا هنا في الشمال اللي هو ديال البطاطة اللي ساهل غادي نحيدو من طبية الحال البابة ديالو وغادي نجيبو المايونيز اللي غادي ندهنو مزيان هاد الكومير بالمايونيز عدنا بطاطة حبة ديال البطاطة مسلوقة اللي كنشدها مباشرة وكنحطوها في هاد كوميرة وكنحطوها مزيان كي مكا طلعتو او شوية الملحة شوية البزار شوية الكامون سوف تضع البطاطا بمايونيز سوف تقطع الصندويش فوق الخبز هذا صندويش مخير مشهور شعبي يجيب بنين 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 سوف تضع الصندويش سوف تضع الصندويش سوف تقسم لكم باش شوفوا كي جامل داخل المهم بالنسبة لصوص كاملين سوف نعطي لكم المقادر مكتوبين باش تعقلوا عليهم سوف نعطي لكم زماع مضبوطين هذا صندويش الأول صندويش الثاني لدينا نص خيارة اللي غادي نحيدوا لها القشرة ديالها من طبيعة الحال كتكون مصولة نقطعها مربعات صغيرة يعني أسهل من هاتش ما كان نقصي بشكل مبينة والأهم من هاتش كله البنة نحن دائما نقلبوا على البنة بالنسبة للحبة ديال الطماطم سوف نقوم بلقشرة ديالها وتهية كذلك نقطعها مربعات تهية را درت غا نص حبة نص حبة رافية يعني غادي قد نفسه هاد شي اللي درت غايد قدونا في جوج ديال صندويشات عدنا بيضة بيضة و هاد البصلة اختيارية كنتو هاتسون دويش غادي تديو معاكم شي بلاسة بلا ما تديرو البصلة او كنتو بغيتو تخلي واحد المدة طويلة ما تديروش البصلة كنتو بغيتو تتاكلو ديك ساع ديرو بصيلة وعدنا واحد البيضة اللي غا نشدوها نحقوها في الحكاقة الرقيقة وعدنا تقريبا واحد العلبة ديال الطون صغيرة ديال الزيت اللي غا نصفيها وعدنا شوية الخص وبالنسبة لهاد صندويش غا ندير فيه هاد السوس اللي درت فيه شوية الحرور ودرت فيه شوية ديال كيتشوب سوف يكندير الخص ديالي على هاتشكل من طبيعة الحال الخص كيكون مغصول ومنشف مزيان غادي ندير المطيشة والخيار والبصيلة كيجيو صندويشات عمرين وزوينين غا يقطوني في جوج كوميرات بالنسبة للكومير انا ركنت نزلت لكم الكومير كسب بغنديلكم هادك الكومير بصندويشات ولكن سبرك الله لوليد فرقبت وقد أرى شوية كسب فرقبت اعجبهم ووجههم بزوين بزاف اذا بغيتوا الكومير نجعل لكم الرابط في اول تعليق ان شاء الله داول صندويش دل كوميرات تصغير مش يا رائه أكثر زوين بزاف ومن طبيعة الحال غا تحطو شوية زيسون شوية هدا ومن طبيعة الحال البطيطة دائما حاضرة تطمقية دائما حاضرة هدا صندويش تاني غادي ندوزو الثالث انا كنت بغا ندلكم بزاف ديال الصندويشات ولكن قلت انا الفيديو غايجيكم طويل بزاف تعني عاود ما عا تقدروش تفرجوا فيه قلت من الاحسن ندرلكم اه ثلاثة ديال الصندويشات والاهم والتركيز على اللي سوس حس غادي ان شاء الله غادي ندا نخدم معاكم شليدات غادي نخدم معاكم اللي سندويش غادي نخدم معاكم بزاف منين ندير لكم شي فيديو غادي نجبدو الصندويشات غادي ندوزو البوكاديوس هو اللي سيكون فيه خيزو خيزو والمايونيز راكي يجي خطير كنديرو المايونيز وغادي الحرور من طبيعة الحال واحد المعين قادي للحرور صافيو الخص يكون قطع على هاتشكل بوكاديوس كيجي عامر تهوار عشعبي كان ديرو الماطيشة وبصلا وماطيشة والبصلا مقطعين مربع صغار ومطبيعة الحال شوية الخيار تهوى شوية السيسون مقطع شوية الروز مسلوق شوية البطاطة هي مسلوقة الخيار المخلل تهوى محكوك وغادي تديرو كاشير او لا او لا لانشون اللي بغيتو وديرو طون اللي بغيتو هادا درت فيه كاشير وواحد اخر غادي ندير نعمره الطون هادا هو اللي غا ندير فيه ممكن الطون مهم غا حبا من الحاجة غادي ادي لكم صندو تجاس بزاف صافيو كنديرو الخصيص كيجيو وارين كيجيو زوينين كنديرو ماطيشة بصلا بطيطة كل شي كنديرو شوية الروز طون دابا غادي نديرو الطون ان شاء الله وتقدرو تزيدو طالبا يد اللي بغيتو اللي تشهيتو غادي تعمروا انا ما بغيش ندلكم صندو تجاس ديال الكفتة ديال بزاف المسائل قلت ندلكم هادو شعبيين وخفاف وساهلين غادي عجبكم ان شاء الله صافي درت مهم ثلاثات صندو تجاس غادي ندليهم واحد تقديم لهو الزوين بزاف احنا الجاج والمحمر والمجمر كنديرو دائما تقديم زوين وعلاش هادو من ديروش اليوم تاما وحت تقديم الروق بهم لانهم بنان وزوينين وكيعجبونا كيعجبوا الصغار وكبار وبصحة وراحة كانت سنا تطبيقاتكم عبر الفيسبوك وما تنسونيش من دعواتكم وشكرا على المشاهدة و استودعكم الله الى فيديو قادم ان شاء الله الى عجبوكم هل هذه الفيديوات خليوا ليفت تعليق ديالكم وشكرا الله نجزيكم بخير واسلام عليكم والله يصبحكم الى خير بسلامة اشتركوا في القناة